السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على او هنتكلم على البرامج الحرة وهنشوف ايه القيمة العظيمة للفكرة دي. هي فكرة حلوة جدا. فكرة يعني ايه? يعني ان انا بتيح البرنامج بالسورس كوت بتاعه. تمام? يعني هوش مجرد برنامج مجاني? لا انت تمام متاح لك السورس كوت بتاعه. تمام? انحظر. فبتلاقي عندك جوضة عالية جدا. فكرة رون سورس ان انا بتيح البرنامج والسورس كوت بتاعه. ليه? بحيث ان الملكية بتاعت البرنامج دي بيش لي انا بس. لأ انا عشان اعمل البرنامج دوت اتعلمت حيات كتيرة جدا. تمام? فالحاجات كتيرة جدا ديت يعني انا خطاب ببلاش. يعني مفيش حاجة اسمها ايه? هدفع فلوس عشان اشتغلت بالقونين بتاع في سورس. مبيش حاجة ما دفعت فلوس عشان اشتغل بالقونين بتاع نيوتين. وهكزا. تخيل مسلا مايكل دوجلس وده الراجل اللي عمل للموس. هو ده اللي كتب بداية فكرة البيم سنة 1962. ان احنا نحط كل معلومات المبنى في قلب الكمبيوتر. اه تخيل ان هو يقول لك ايه? انا عايز منك واحد مليم على كل ضغطة اه موس. تخيل انت مفروض كل يوم تدفع له. اه مسلا خونسمية جنيه كل يوم عشان بس بتدوس على الموس. وهكزا. فالفكرة كلها ان هو بيقول لك ما بلاش نحتكر العلم وبلاش نحتكر المعلومات والحاجات دي كلها. طيب هي مهمة جدا بالنسبة لنا. اه كدول عربية اسلامية. زي ان انت لو انت عايز تدخل في مجال وعايز تعمل برنامج معين. فانت متطور بقى ان انت تبدأ مسيف. يكون مسلا ادخال مسلا انت عايز تعمل برنامج زي مسلا متصفح. بتاع النت. انت محتاج انت تبدأ مسيف. وطبعه بقى خمسة سنين يكون هو خلال الخمسة سنين دي عمل حاجات سري دي في المتصفح وعمل حاجات رهيبة جدا. لا هو بيقول لك انا ممكن اديك متصفح وتبدأ تعدل منه. ده مسلا ده هتقدر تحصل على الشفرة بتاعته مجانا واتطور فيها لو انت حابت. طب انا لو انا مش مبرمج على هل تضمن من البرنامج ان انت تشغل عليه مش هيجيه اليوم وهيبقى بفلوس. يعني هو الرجل ممكن يكون بنزل لخة ببلاش. لحدة بالناس كلها اتعلم عليه وبعد كده يوقفها يقول اللي عايز الشغل بالبرنامج ده يشغل عليه بفلوس. وده حصلت معي. قد رافع حاجات كتير اللي هي على موقع. ووحط له روابط. قال لك يا اخوان اللي عايز يكمل لازم يتفع فلوس. طب ما هتبدأ ببلاش قال لك انه ببلاش هو حاول تفلوس. ومن حقه. خلام? طيب. فاحنا مهمة اللي بالنسبة لنا موضوع ان احنا نشوف موضوع البرامج الحرة دي ونتعرف عليها ونبدأ نشغل بيها. انت مسلا ممكن تلاقي في برنامج مسلا بنفس القوة وكل حاجة بمجاني وفوح تاني بفلوس وانت لما بتشغل عليه بفلوس بتجيب كراك فانت دخلت في مشاكل كتير خلط. واللي سافر اوروبا بيلاقي مشاكل كتير جدا. مثلا دول زي المانيا. ممكن الوليس يجي لك البيت لو انت استخدامت برنامج متكرك او في حوائية او حاجة زي كده. تمام? فهي الفكرة كلها ان الطبيعي ان احنا ما هنحتكرشي الافكار والبرامج والحاجات دي كلها. وهنفهم مع بعض المطادة ازاي? خلينا نفتح بس كده ايه? السورة ديت. حد يعرف العربية اللي هي الفولفو? انا مش في العربية يعني. لو حد عارف يقولي. هي فولفو ماركة مشهورة في العربيات في المعادات السقيلة. فانا شوفت فولفو في المعادات السقيلة. جميل جدا. الراجل بقى الراجل دوت تمام? ده اسم بوهلين. ده اللي اخترح حزام الامان للصيرات في العربات البولفو. اول ما عمل كده قال له نروح سجل بره تختراع بسرعة بحيث محدش عربية في حزام امان وتبقى انت رقم واحد في الحاجات دية. قال له هم انا كده معدل حوادث هيزين. يعني انا كده العربية بتاعت فيها امان. بس العربات المرسيدس والإي بي ام والنسان والحاجات دي كلها. اه تحصل فيها حوادث. لا انا مش عايز كده. وراح قال لكل الشركات انا مش هسجل برهات اختراع. واخدوا حزام الامان ده اعملوه كل العربات اللي عندكم. تمام? فده رجل عنده وعي. طيب تعالي نفس الصورة تانية. ده اكتشف اللي ضح شالة الاصفال. وقال له الحق شركات الادوية. بقى بتقول له تعالى ايه سجل برات الاختراع. هنديك مليون جنيه بس مليون دولار. طب انا كان في امريكا في الدولار. وعلى فكرة هو يهودي. اه هو ما اكتشف الموضوع دوت. قال لهم لا يا عم خد مليون دولار ودينا بس برات الاختراع. قال لهم ده الناس كتير هتموت. انا مش عايز. هزا اللقاح مثل الشمس من حق الدمية. بيش حاجة اسمها اه يعني ان انا اقول لا ده سر عسكري وشارك المعلومة مع الاخرين والحاجات دي كلها. طيب. الفكرة كلها جات من واحد اسمه هنبدي نتعرف عليه. طيب فكرة ايه? فكرة ان البرنامج يبقى من حقك ان انت تشاركه مع الاخرين. ان انت تدي لأي حد ان ان انت تطلع على شفرة كود ان ان انت تتعدل فيها. على فكرة لو البرامج الاحتكارية اللي هي و لازم نحترم الحقوق بتاعتها يعني ما فيش حاسمها. لا احنا هنقض نقصر ونقض نعمل كراك وعلى كده. لا هو واحد عمل البرنامج بتاعه وبيقول لك لا انا عمل الاتفاقية بتاعتي اللي عايز تخدم البرنامج يوفع الاتفاقية دي. فانت لازم تحترم الاتفاقية دي. احنا ضد ان احنا اه ننتهك الاتفاقية على قد من اتضافة. تمام? وانا متوقع كل اسئلة اللي هتسئل بعد شوية. تمام? انا مش عارض بيسئل ولا ايه? انا في اسئلة معينة يعني عارفها انا حافظها صامي يعني. طيب. فاي الفكرة كلها اه في الموضوع دوت ان انت بقى من حقيقة ان انت تطلع على شفة اول حاجة حرية استعمال البرنامج لأي غرض. انا استخدم زي ما انا عايز. في التفاقيات يقول لك ما تستعملش البرنامج ده غير مع برنامج معين. او ما تستعملوش غير حاجة معينة. لقى رفصة البرمجات الحرية. رقم زيرو حرية استعمال البرنامج لأي غرض. رقم واحد حرية دراسة وتعديل البرنامج. رقم اتنين حرية نسخ البرنامج. البرامج الاحتكارية تمام? اه زي مسلا برامج مايكروسوفت مسلا لو انت اشتريت نسخة فقانونا ما ينفعش تنسخل حد تاني. لو انت عندك في الشركة اشتريت نسخة يبقى دي تشغل على جهاز واحد ما ينفعش تنسخها لاكتر من جهاز. يبقى انت كده كل نسخة تانية دي غير قانونية. لما بتشغل بحاجة من حاجات فانت محاكم ان انت تنسخها محاكم ان انت تطلع على شفرة الكود محاكم ان انت تتعدل عليها محاكم ان انت تاخد تعدل فيها وتطلع على نسخة تانية باسمك وده حصل كتير جدا ناس كتير جابت نسخ لينكس وبدأت تطلع منها نسخ عربية ونسخ جميلة جدا وطوروا فيها. تمام? وهتلاقي حاجات قوية جدا بالاوغن سورس يعني ده حاجة ببلاش فتحت السلم لأ هنشوف حاجات كتير جدا. احنا مستخدمها ممكن ما نكونش عارفين انها آآ فاحنا عندنا لازم يبقى عندنا حرورية الاستخدام حرورية التعديل حرورية التوزيع وهكذا. دي لازم تكون موجود. طيب الابن سورس بدأ مع واحد اسم هو هو رجل مؤمن بفكرة الكوبي ليفت مش كوب رايت يعني هو الطابع لا بيقول له كوبي ليفت انسخ زي ما انت عايز بس تقول ان انا سختار من فلان وهكذا. فدي اتفاقية اسمها الكوبي ليفت وطلحتها اتفاقية اسمها جي بي ال ال رخصة حرة رخصة حر ال ان انت بتعمل حاجة وتسيبها حر اي حد عايز ينسخها يقدر ينسخها بس يقول ان انا سختها من فلان الفريج. وهو بدأ يعمل شوية برامج بس كانت المشكلة انه كلهم شغلنا على الويندوز فقال لك طب احنا عايزين حاجة ففي طالب صغير خالص اسمه لينوس هو بدأ يعمل نسخة كده زي نظام تشغيل صغير خالص اسمه هو كان بيدرس لسه فالنسخة دي سماعت وكلهم بدأ استخداموا عليها وعملوا لينكس وبدأ نسخة تيريج جدا من اللينكس اللينكس مجانا تماما انا فاكر مسلا في الفين وستة تقريبا بعت الشركة نفسها في فنلندا وانتون من عايز خمسة عشرون نسخة بعتوا هالي لحد البيب مجاني وتقدر توزحها صحابك وتقدر تشغل بها بدون اي مشاكل خالص دي بعض البرامج زي ما شايف في ناس كتيرة جدا مقتنعة بالفكرة وتبزل جهد انها تعمل برامج وتعملها وتسيبها مجاني انا من ضمن الناس اللي برمجت بعض البرامج وحطتها بشكل مجاني وهنشوف حاجات قوية جدا في موضوع داو هتلاقي برامج بنفس قوة اللي بتكون اقوى من البرامج اللي انت بستخدمها وبتدخل في مشكلة حلال وحرام وطب ونسخة اصلية وبشوصف اصلية زي ما نشوف مع بعض دا ريتشارد ستيلمان اللي ماسي الكمبيوتر دوت وده اللي مواقف حلوة جدا من البضايا الفلسانية لينيكس لينوستر فالدوس فهو بيقول لك ايه البرنامج العادي اللي هو الكلوز ممكن نشغل في واحد او اتنين او تلاتة او خمسة او عشرين انما لما يكون open source كل واحد ممكن نيديه السطر لزلك هنلاقي البرامج بتاعت open source مسيحات صغرة جدا وبتم اداء عالي لان كل شو واحد يقول لك ايه انت تقدمين تلس سطر ليه متكتباق سطر واحد ويبدأوا يصغروا في الكود وهنلاقي الدلوات شارتات كترة جدا معتمد على موضوع open source تمام يعني من اكبر الشركات مثلا ميكرو سيستمز دي من فعلا من رص مالها بالمليارات IBM red hat دي بتاعمل نسخ linux silicon graphics ساب مي سيكوال نتسكيم وهكزا هتلاقي في بعض المعاهد كترة جدا بدأت تعتمد عليها وفي حكومات في حكومات الدول كاملة جدا زي حكومة الالمانية والروسية والمليجيكية وحكومة بنزويلا والبرلمان الفرنسي وشرطة فرنسية وحكومة الاسبانيا والبرازيل وبنوء الفرطية حتى تونس بدأت في الموضوع دوت انها تعتمد علي حاجات open source الحاجة ممتازة جدا ان انت بيبقى عندك امكانية ان انت تتبع عرف الكود ده في ملفات تجسس ولا لا لان انت بمعك شافة الكود وانت بتعمل لها كومبيلر بحيس انها تشتغل انت مطلع شافة الكود متأكد انها فيش تجسس فيه برامج كتيرة جدا نرفع عليها قضايا منها مثلا الويندوز ان هو فيه ملفات تجسس بتبعت للحكومة الامريكية وهكذا فانت الافضل ان انت تشغل بيه ده مثلا هو الاخترع لينكس وطبعا لينكس ديها ازدارات كتيرة جدا من اقواها واشهرها الريد هات وكل دولة تقدر تاخد نفس الريد هات وتعدل فيها وتعمل نسخ افضل ده التوزيعات كتيرة جدا بالموقع ده بيتحلك ان انت تجرب اللينكس من غير ما تسطب احد خالص فالذلك لو انت عايز تجرب اللينكس وانت من غير ما تسطب ومن غير ما يبقى عندك بتدخل على نت وتقول له مسلا ما الله انا عايز اجرب نسخة مثلا زي ما انت شايف عشرات النسخة في نسخة للهندسة يعني في نسخة فيها مسلا ما يقرب من مئة برنامج هندسي مجاني تماما فدي حاجة ممتازة جدا تماما فتقدر تدوس وتبدأ تشغل البرنامج الويندوز اللي انت عايزه خلينا مسلا نشغل ايه مسلا اهو بقول لك دي الواجهة هي تقدر تقول له وان الاسم هو تدسيل تقدر تقول له انا عايزة بقى start فبيبقى يحملك اللينكس بتقدر تشغل عليه وتجرب كل الاوامر اللي موجودة طيب نتكمل الفيرفوكس طبعا في ناس كتير يشغل على الفيرفوكس لو في حد يشغل على الفيرفوكس ياريك بس ايه اكتب رقب واحد في الشات لو في حد يشغل من الفيرفوكس يكتب رقم واحد هو متصفح قوي جدا ومشهور وناس كتيرة جدا بتشغل عليه وسريع اللي هو الساعة اللي بدول وفي دول كتيرة جدا يعني نسبة تعتماد عليه اكتر من الفيرفوكس طيب في بعض الحاجات برضو الورد بريس ده عبارة عن ايه? عبارة عن مدونة لك بتكتب فيها كل اللي انت عايزه تمام? وفي جميلة دي برضو زيها اا دروبال برضو زيها انا اعمل مسلا المدونة بتاعتي على الورد بريس انا حتى البيم اريبيا معمولة على الورد بريس ده ما جيت اعمل الموقع قلت له انا عايز اشغل على الورد بريس لان هو اسهل في التعامل وسهل جدا تمام? وسهل جدا ان انت تتعدل فيه وتنشر هناك ما شغال على الفيرس بوك مسلا. تمام مجرد ان انت بتقوله انا عايز اكتب حاجة فتبتعميها. وتمنى الناس كلها تبدأ تتفكر في موضوع ان كل واحد يعمل المدونة ويحط فيها المعلومات بتاعته تمام? تقدر تقوله بس بوست وتقوله ادنيو ويديك ان انت تكتب وتقوله بابلش بس لا اكتر ولا اقل. تمام? فهي الفكرة بتاعة الورد بريس او المدونة سهلة جدا كأنك شغال على الياهو او الوت ميل بس انت بتعمل زي موقع خاص بيك بسهولة مغال ما تقعد تتعلم لغات برمجة او افلاد ساكتب. هنلاقي عندنا حاجة اسمها ده مجاني تماما بوبن سورس وتقدر تحصل عشان فتلك كود لو انت عايز تتعدل فيها. لو انت عايز كمستخدم عادي هتلاقي البرنامج كلها مجاني تقدر تشغل بها في الشركة بتاعتك. هتلاقي فيه ريتر ده بديل للورد هتلاقي فيه كالك اللي هو بديل للاكسل بديل للبوربوينت اللي هو بديل للاكسوفت داتا بيس. الماس فيه حسابك كتري قوي ويبدأ ترسل بيه حاجة قوية. البرنامج هنشوف دلوقتي ان الناس كترة جدا بتستخدموا اكتر من ميكسوفت اوفيس. يعني لما عاملوا ان اي اكتر برنامجه يستخدم اكتر. فلو ان بيستخدم بنسبة اكبر بكتير. تمام فيه برنامج اسمه بليش بات. انا بليش بات. انا مسطبه عنده هوت. او ارهولكو. البرنامج دوت عبارة عن ايه. البرنامج ده فعلا انا جاهز عندك مهنج جدا. جدا يعني ده حقيقة. مش دعاية. بس انا هو فعلا كان مهنج. اا فانا راح تمسطب البرنامج دوت. البرنامج ده مجاني وبنسورس وشبحتك لاك ولايحة خالص. وقلت له بس ايه? انا عايز تنظف لي الويندوز وعايز تنظف لي البرامج دية. تمام? بس خلي بالك لو انت مسطب حاجة فيها باسورد باشيلها لان هو غير ينظفه حتى ويلغي الباسورد ويلغي الحاجات كلها. فانت بتشيل الحاجات اللي انت مش عايز تلاقي زي مسلا الباسورد وتقول له كليم. تمام? بيقعد ينظف تقريبا ان عشرة دايق. بس بتلاقي الجهاز بتاعك بقى سريع جدا وكوين. البي دي اف كريتور ده من افضل برامج اللي هم مشتعل عليها واول ما بعض عليه جهاز براح بسطبه. لما بحاجة بسطب شغل من الاتوكاد او من الريفت للبي دي اف بسطبه او بسطبه او بستعمل البي دي اف كريتور ومسته هو ان هو خري ومجاني وبتحتاجش لانت تفتع في اي فلوط خاص. تمام? طيب ده برنامج اسمه شوت قط. ده برنامج بنستخدمه بيغني عن ادب برمير. وفعلا فانت حاجات كثيرة. وفي شوية حيال كواسة جدا. تمام? انا حتى قلت لسنا مستخدمت حاجة معينة. او شوت قط. ده يعني بفتع عليه مسلا المؤسرات اللي هي بتاعت ان كل ما بقى فيه صوت عالي او كده يبدأ يديني تأشير ان فيه صوت بدأ يعلى ويغطى. يعني فيه مؤسرات كترة جدا. تقدر تعمل مونتاج وتلغي فيديو وتوصل بفيديو وتركب فيديوين على بعض وفكات ساكده. فيه برنامج اسمه ده برنامج رهيب جدا. ده لما تشوفه وتشوف الامكانات اللي فيه. تمام? انا كنت بعمل ليه اف ديت بس. اه شغلوكو ده الوجه بتاحته اه مرعبة. عشت حس ان هو لا ده البرنامج ده اكيد بفلوس وكيد غالي جدا يعني. اه. موسيقى موسيقى نحاول ابرك الوجه بتاعته موسيقى ده ان شاء الله كتاب مجاني هيترفعليه كل الوقت تمام وبرضه لما تجي تعملوا لسبيان هتلاقيه وكتاب تقدر تحمله مجاني وتقدر تشغل به زي ما انت عايز موسيقى البرنامج ده بتقدر تعمل به حاجات كتير اوه في المونتاج زي ما انت شاف بتدخل لغات فيديو مع بعض بشكل قوي جدا بتلاقي ان انت تتركب صوت تغير صوت تماميه توامر راهبة جدا ما تتصورش دن برنامج زي دوت ممكن حد يعمله وينزله مجاني ممكن طيب في حد عنده اي اسئلة الغدلاتي لو في حد عنده اي اسئلة يقدر يكتب او يقول لنا او في ناس تشغله على الفيرفوكس اهوه طيب في برنامج برضو اسمه اوديو سيتي دانا برستخدام برضو كتير اكيد هتلاقي عندي نستطق اهوت البرنامج ده برستخدامه بشكل دوري ان انت ممكن عندك ملف صوت تقدر تقطع وتشين منه وتحطه وتقرر ممكن تكون في مثلا الصورة من القرآن عايز تتقال عشر مرات بحيث انك يحفظها فتقدر تعملها هتلاقي كمية مؤسرات رهبة جدا يعني مش واحد حط حاجة ومشي لا في حاجات بتلغي النيز الزوضاء في حاجات بتلغي الاشيو في حاجات بتعمل صوت راجل كبير واحد تعمل صوت طفل وهكذا برنامج اي اسئلة من برامج الكوية جدا طيب ده هنا نيو بروشيكت ده البرنامج ده البرنامج ده البرنامج ده هو تقدر تركب فيديوهات على بعض تقدر تحط حاجات تقدر تعمل حركات ترانزليت بين حاجة وحاجة وهكذا تقدر طول لو انا عايز اعمل اديت عايز اعمل تقدر تقدر تعدل الكلر لو انت الاروان فيها مشكلة في الفيديو تمام؟ بتلاقي حاجة تراقي قوي تقدر تدفها تقدر تعدل في الصوت يعني بتلاقي في حاجات مش موجودة في البرامج اللي هي بفلوس تمام؟ ومشروحة للقناة بيم عربية تريبا كل البرامج اللي احنا عنقولها النهاردة مشروحة بتفصيل على بيم عربية بس هي على ديك الوقت بس عشان نقدر ناخدها بتفصيل بس انا حطت لينكات لها لو انت عايز تتوسع في الموضوع او تشوف في الموضوع تقدر تشوف ان شاء الله هنحاول نستطيع في حد كويس يقدر يشرح كل حاجة بالتفصيل تقدر تختار اي ملف في فيديو و تدخلو عندك خلدينا نشوف مثلا في الفيديو دوت خانس سيق ماشي بيقولك المقاس بتاع الفيديو محتاج ان هو يتعدل فانت ممكن تعدل تقوله امشي على المقاس اللي انا نشتغل عليه او العكس او كزا زي ما تشاف فيه شكل الحاجات مرعبة امكانات رائبة جدا وحاجات متخصة جدا مش مجرد بيعمل حاجة وخلاص مش مجرد ان انت بتدخل فيديو وتقطع وترمي لا بتلاقي فيه امكانات اه كواس جدا متنزل الشيء علي في حاجات برضو بتفيد فيه مجال التعليم شوف بس المعنى ما بش عارف الحسابة ده في برنامج بلندر برنامج بلندر هنتكلم عنه بدلوقت حالا وبرنامج جاملة هنتكلم عنه كواس ايوة فصل ممكن حضرتك ترجعوا اه انت منع ان انا اعمله ادي دي الصلاحية بقى طيب شير سكرين اهوة طيب بصوا فيه حاجات بتفيد لو انت عايز تعمل لو انت مدرس وعايز تدرس للطلبة في موديل ده الاماس ده open source وتقدر شغل به بدون ما تدفع اي فلوس او اي رسوم او حق خلص تمام اغلب ال open source اغلب وليس كل ال open source مجاني الناس عاملها يعني الواجه اللي هي كده يقولك ايه الشغل به زي ما انت عايز فلذلك اغلب او المعاهد برا بتبدأ تعتمد عليها في الوطن عربي غالبا لا ما شفتش ناس كتيرة من شغال عليها رغم من قوتها طيب بنلاقي فيه حاجة اسمها ال DSBB ده بيفيك جدا في الناس اللي تعمل ابحاث وعايز تعمل احساب وحاجات زي كده فيه برنامج تاني اسمه اس بي اس اس ده طبع اي بيم بس غالي جدا غالي غالي يعني بالف الدولارات فده من دولك مجاني بتنزلو بتشغل بكل الحاجات التانية بس بيكون مجاني open source ما فيش كراك طيب نجي على حاجة جميلة جدا اللي هي بروغرامنج وزود كود تجنورشي ال BWCT ده برمجة بدون كود وده كانت قابل موضوع ال Dynamo وقابل الحاجات دي كلها وده اللي عملها واحد اسمه محمود محمود فايد ده من الناس اللي محترمة جدا جدا وراجل مطلع جدا دي شهاده انا اخدتها منه من جامعة الملك سعود ان انا كنت من ده من الناس لطبقة الكورس بشكل قوي وفيه برده لغة برمجة هو اعملها برده محمود فايد اللي هي لغة programming language تقدر تتفرج على الفيديوهات وتقدر تتعلمها ودي لغة قوية جدا ولغة فيها الزكاء الصناعي واسهل بكتير من بايسون بايسون دي من اسهل لغة البرمجة هي دي اسهل منها وبتكتب حاجات بشكل سلس ولزيز والمخترع عربي تقدر تتواصل معي وتتكلم معي فجريت الناس تبدأ تهتم بلغة ده البرنامج اللي احد الاصدقاء لسه كتب اسمه ده بنامج اسمه جيمب زي الفوتوشوب بالزبط وفيه امكانيات حربة جدا ومجاني يعني الفرق بينهم ان هو ده مجاني وتلاقي نفس الزراير يعني الحافظ الفوتوشوب يقول لي لا يا عمد ده الفوتوشوب باش الجيمب لا هو ده الجيمب فيه طغيرات بسيطة تمام فيه ناس بتحط حاجات اعلى من اللي موجودة في فوتوشوب وفي بعض الامكانات لسه ما اضافتش بس هو بيتطور بشكل كوي جدا وانا بيشغل عليه بديل للفوتوشوب يعني انا عندي الجيمب موجود هوت والفوتوشوب باش مستطب الجيمب فين اهوت دي الواقع بتحت وهي وبتقدر تحط اي صورة انت عايزها وتشغل بها بدون امشك خلص والرقل ما بتطلبش منك اي فلوس ولا حق خلص ويقول لك لو انت عايز تتبرع تبرع باش عايز تتبرع ما تتبرعش طبعا انا عبطول اولو مش عايز ببرا انا اللي عاكو وهكذا يعني تمام فتلاقي كل الامكانيات ان انت تقدر تحط دراجات مختلفة من الالوان زي ما تشايف اللي حاجات دي كلها بيشتغل وتقريبا مساحته واحد عالعشرة من مساحة الفوتوشوب فانت هتلاقي البرنامج دوت هيبقى سريع جدا معاك انت تستضبط وتشتغل به واللي انت بتعلمه هتلاقي ناك كريتيا ده برضو من ضمن البداية اللي فوتوشوب ده انا فعلا بشتغل به هوا عاملين به كزا لوجو كزا تصميم وكاو الغلاف بتاع المجلة وحاجة سريع جدا الشغالين به بدون اي مشاكل خالص وما اصرش بحاجة الصراحة البرنامج سهل جدا انا اسعد بعض مع ابني اعلهم شوال حاجات فيه لزيز وستهل ويعني ممتاز يعني بيقدر الحاجات اللي انا طالبة منها البرنامج اسمه انسكيب ده هوت ده زي الانسترياتور بشتغل بموضوع يعني بش بالنقط لا بالموضوع الفيكتور فتقدر ترسم الحاجة اللي انت عايزها وتقدر تقول له مسلا انا عايز ارسم مسلا دايرهية عايز ارسم هكزا انا عملت بشغل كتير جدا حاجات حلوة جدا وعتقدت شرحته بس سواء كان الاغلب ان انا بعمل حاجة ليا انا تمام انا فاكر ان انا رسمت شخصية كارتونية ورسمت نفسي قبل كده ممكن انا بادور على صورة واخطها قلت رسمت نفسي بالبرنامج ده امام طيب فهو برنامج طحفة طيب انا عارف ان اغلب الناس هتقول لي عام ساك من الحاجات دي احنا عايزين برامج البن طيب هو صراحة مفيش برنامج بديل للريفك بنفس قوته يشتغل بين بس في بعض البرامج اللي موجودة اللي احنا نشوفها مع بعض الفكرة ليه مفيش بديل للريفك لان محتاجة يكون ناس كتير جدا من المبرمجين مؤانسين معمارين ومتنمين بالموضوع ساعتها يبدأ كوانر بعض ويعملوا حاجة قوية في كزا حاجة بس كلهم مش بنفس القوة فبلاش اضحك عليكم حتى الآن مفيش برنامج بديل للريفك بس عندنا في حاجات كتير جدا لل الفيسي يعني الفيسي اصلا اوبن سورس فبتلاقي ناس كتير يقولك ايه هافتح لي انا هافتح لك المال في الفيسي وطلع لك من المعلومات ببلاش او خليك تشوف الموديل ببلاش تشوف كل حاجة في الموديل ده مثلا الموقع بيحاول انه يوصل لحاجة لريفك بس لسه بيبتدي جدا مقارنة بالريفك دي برامج كلها بتفتح الفيسي وتطلع لك منه المعلومات بشكل كوي وتقدر تطلع معلومات كوي جدا انا عارف صديق ليه شغال في المعهد في المانيا بيطور في الفيسي فبيضيفه حاجات بش موجودة في البرامج الاصلية بش موجودة في الريفك تقدر تطلع معلومات او تضفق او تتعمل عمليات ما كانتش موجودة في الملفات العادية وده بس في الفيسي ده برامج بيضيف زي data basis او بيفتح data basis التعريفة تاخد منه بعض المعلومات ده open source محصول على موقع مهم او اسم source forge ده اهم البرامج اللي open source موجودة فيه طيب ده برنامج مهم اللي فسالة management او فسالة maintenance اسمه open mint تدرسي طبعا ده تدرسي تمام؟ او تكريت او تكريت تمام؟ ده ال open mint طيب هنلاحنا بها مثلا برنامج اسمه K3D ماشي؟ ده بيعني حاجات 3D زي ما انتشايفين و هو برنامج مجاني تماما و فيه اوامر كتيره جده متقدمه قريبه من اوامر ده برنامج البرندر برضه احد اللي اصدقاء قال عليه البرامج ده تحفة يعني قوي جده بينافس و فيه حاجات بيش موجودة فيه ومساحته عشر مساحة البرانج الاصلية ديت تمام؟ و فيه افلام كارتون كتيره جده معمولة بيه تمام؟ حتى الموقع هتلاقي فيها اسمه اكتب بلندر موفي هتلاقي فيه افلام كتيره تعمل بيه و انا لما رحت كزا ما كان بيبعد البرانج كان عارضين افلام معمولة بالبلندر بش كتبين انها معمولة بالبلندر بس انا عارف يعني معمولة بالبلندر ف افلام كوي جده تعال نشوف البلندر تمام؟ زي 3D Max تقدر تعمل الاشكال كلها وتقدر تتحرك فيها وتقدر تعدل فيها و عندك هنا الوبجيكت مود فتقدر تخش مثلا عايز تعدل في نقطتين معينين فتقدر تقولهم انا عايز احرك فيهم تقدر تعمل افلام كرتون كتير جدا بيه بالعكس فيه حاجات اصلا مش موجودة في 3D Max زي مثلا لو قدت علمت ازاي دي هنه و قدتلو فيديو اتتنج الفيديو اتتنج دي مش موجودة الفيديو اتتنج ده هيعملك كأنه بيعمل مثلا كامتازيا مثلا تقدر تدخل فيديوهات وتدخلهم على بعض وتعدل فيهم و حاجة ازا كده تقدر تعمل مثلا موضوع النحت تدخل اي قطعة وتنحت فيها والحاجات دي وتنحت فيها دي فبورمج متخصص بفلوس وغالية جدا ده بيعملها لك مجاني تمام فبتلاقي فيها امر كتيرة جدا تقدر تشغل بها تقدر مسلا تعمل بالإكسترود للعناصر اللي انت تعمل لها تقدر تقول له انا عايز اعمل مسلا تسلكت على الفيس فتختار مسلا فيس زي كده وتقدر تعمل اكسترود زي ما انت عايز في شكل سهل جدا وبسيط يعني حاجة ممتعة جدا والبرنامج ما هم بتطلبش منك اي فلوس فليه نقدر ندور على برامج وكراك والقصة دي كلها الفريكاد بالله في حاجة خاصة بيه البمب وبالله حاجات خاصة بيه الكاد وحاجات خاصة بيه الكام وحاجات خاصة تقدر تعمل عمليات مسلا خاصة في وحاجة كزا برنامج تحفة جدا ومجاني وما بيطلبش منك حاجة خالص تمام تقدر تقول له انا عايز ارسم حيطة يبقى يخليك ترسم تحتها في المسلا انت عايزها تقول له انا عايز احط بايب عايز احط الشباك عايز احط الحاجات دي كلها بس للامنة لسه ما صورش ضربة الريفت والارتيكاد بس هو واحدة واحدة هيتطور ان شاء الله هنلاقي حاجة مثلا اوبن كاسكاد دي برضو من ضمن حاجات القوي جدا في موضوع OCC بيعمل بعض العناصر ويعمل التجارب بتاعتها بيتدار ترسم اشكاله وتدار تعمل تحليل لها وبالحاجات دي كلها في برنامج برضو قريب من الكاد اسمه نارو كاد ده برضو مجاني في برنامج اسمه ده بيبدأ ايه يعمل لك الحاجات الخاصة بي تدار تعمل تصميم زي ما انت عايز براحتك في برنامج يعني في كزا برنامج بديل للكاد لان الكاد قديم في برنامج بقى قوى جدا وان شاء الله الاسبوع ده هنبدأ سلسلة مع المهندس عمر سرور هيشرح لنا برنامج او محرك برنامج اسمه انريل ده اللي عايز يعمل لالعاب البرنامج ده من يعني تقريبا من اقوى البرنامج بيعمله هو يونيتي ومجاني تماما يعني بيقول لك بس ايه لو اللعبة تحتها قصة ميت الف وبدأت البلية تجري معك ادفع قصق مخلوس ادفع مبلغ بسيط يعني هو مجاني تماما الناس كلها تتعامل معي بيتطور فيه بشكل قوي اوغنس كاد ده برضو برامج القوية اللي تقدر تعمل تسميم كويسة جدا حاجات CVD ده برضو ضمن البرامج اللي بتعمل رسمات كاد ده من افضل برامج بتاعت الكاد لو حدها شغل ده من حاجة القوى ال QGIS ده لو انت تتكلم بقى في الحاجة في عندك البرنامج اللي هو فلوس ده بقى مجاني وفي امكانات حلو جدا ولان هو مجاني الناس كتيرا بتبدأ تتطور فيه بشكل مستمر وفي امكانات حلو جدا والحمد لله شرح انا بوضع منه ببسيط على قرارات بيجبت طيب OpenStreetMap ده من الحاجات القوية جدا وموجود تطبيقات على النت احنا ان شاء الله مسكين OpenStreetMap ايجبت وكان فيه محاضرة مبارح مع المونة سعبد الرحمن عن OpenStreetMap عموما و OpenStreetMap لابيا خصوصا مناسبة ان الناس طوى ده عبر عن زي جوجل بس OpenStreetMap فنقول يا جوجل مابس جدا الفكر كلها ان في حاجة تتحاول تعملها على جوجل مابس ممكن لسبب من اسباب تلاها تلغت او شالت او حاجات زي كده لا احنا في OpenStreetMap بتاعنا احنا بحاجة يقدر يلغي لحاجة اللي انت عايزة يعني على سبيل المسال مسلا من ضمن الحاجات اللي اتعملت في ليبيا مسلا قال لك ايه لما يحصل انفجار او يحصل اي حاجة وانت موجود اولة لحاجة زي كده هتدوس بس على ضرار تعرق في برنامي معين خاص بالمشاكل فتقول للناس ان في مشكلة في المكان دوت من حادش عادي وهكذا فمنساعد بعض فاحنا ممكن نعمل حاجة زي كده مثلا خاص بالكورونا OpenStreetMap بقى هتدوس على الضرار ان في حالة في الكورونا فالناس تاخد بالها من المكان دوت تمام او نستعرف ان فيه فعلا هل الاحصائيات الرسمية لو احنا كانوا في حالة رسمية وانت بتعترض عليها هتلاقي ان جوجل المابس افرتالك لا احنا هنا مش هدفنا ان نعترض على حد هدفنا ان احنا بس ايه اه نتأكد من صحة المعلومة وممكن نوصل معلومة افضل ممكن الحكومة ستفد منها وتعرف ان فيه اماكن مسلا بدأ ايزهر في المابس بشكل جديد او ممكن تزوير وده حصل في دور كتيرة في افريقيا وادرت انها تعمل نهضة بسبب انها عملت برنامج بسيط جدا على الموبايل من خلال لان هو مسلا ايه لو انت رحت مكان في رشوة بتدوس على زر الاحمر لو رحت مكان وخلصت خويسة حكومي ومحصل لكش ام شاكل بس فبدأ الناس بقى ايه تبع عندها وعي ان مسلا مركز شرطة اكس ده وحش مركز شرطة اكس ده حلو بتاع المرور اكس وحش ده حلو فبدأ الناس الوحشة الحكومة تروح بمشي ايهم وجدس تاني وهكذا يعني الضغط الاعلامي بيقعد المكان ده كلهم عشر تلاف شرك وفيه ان هو اروح مغير ما بتكتب حاجة او تصور او ايها بخالص مجرد بس الناس بتاعك بتدوس حاليه الام اخضر الام احمد فهو يعني هتمنى هتشارك فيها انا هتشارك معاكو ان شاء الله البرزنتيشن وفي كتاب الوبن صورة هشاركو معاكو هتشارك معانا في الوبن ستريت ماب وانحنا برضو بنسجل حاليا رسميا من ستريت ماب ايجيب ودي تابعة لمنظامة الدولة الدولة العربية جدا نحط كل المعلومات ونحط كل المباني 3D وتبقى دعوة برضو الاثار بلدنا ان احنا نتكلم عنها ان شاء الله بشكل قوي وديه الكتاب هو اللي عايز يحاملو وهشاركو معاكو دلوقتي موقع سورس فورش من الموقع القوية جدا واقولوكو دلوقتي ازاي تعرف ان البرنامج تجيب بديل لي وده جروب بتاع الوبن سورس لو حد عايز شاركو اي حد عنده معلومة اضافية يا ريتي شاركنا بيها الحاجات دي كلها الموقع سورس فورش تقدر تدور على اي حاجة هتلاقي كل البرامج الوبن سورس موجودة هنا تقدر تقول لي مسلا عايز بديل مسلا الفوتوشوب بيبدأ يجيب لك الحاجات دي كلها يقول لك مسلا انت عايز مسلا نخلينا تتكلم على الانجينيرينج مسلا انت ورائكم نتكلم عن ايه دي الكاتوجري اللي موجودة خلنا نشوف الانجينيرينج والجامس لو هي حد عنده دكتور حط يحطها ونبدأ نشوفها دي مسلا حاجات خاصة بالانجينيرينج متلاب في نانو كاد بلس في حاجات كاتيا وهكذا هتلاقي البرس كاد ممكن ما يكونش البرنامج نفسه ممكن تلاقي في بداية طيب خلينا نخش كده عملي على موقع اسمه alternative2.net alternative2.net ده برنامج مالهوش جعب موضوع اي حاج خالص غير نوع اي برنامج بيجيب لك البديل بتاعه خلينا نشوف مثلا الادوب فوتشوب خلينا نشوف مثلا بديل للادوب اكروبات دي سي طبعا البرامج دي كوميرشال برامج دي فلوس فالناس بتدور على بديل لها بيكون ببلاش فتعالا مثلا نشوف ايه ثاني فتعالا الفوتشوب هوت 2001 قالوا ان احنا بشغل الفوتشوب كويس بس 30000 و 8001 قالوا ان احنا بيشغله على جيمب وان هو كويس معهم جيمب مجاني ويتطور بشكل قوي وتقدر تستطابه بسهولة جدا دي كريتيا 876 بس انا بشغل بين ما بيعمليش حاجه بشكل بنت دوت نت طيب ده انا ممكن بقى تقول له ايه انا عايز البرامج بس اللي هي طبعا لو فريب مفيش مشكلة يعني لو فريب مفيش مشكلة بس انا بمركز على فبتلاقي ان من الجيمب 3200 طيب تعالى نشوف الادوب ممكن اقول له هنا انا عايز البديل تقدر تكتب هنا في سرش كل برامج اللي انت بتدور على بديل لها هو يبدأ يجيبها لك يعني تعالى نشوف مثلا برنامج الزوم اللي احنا شغلين بي دلوقتي قال لي برنامج الزوم هوت في ميت واحد قالوا ان هو كويس انما في ربعمائة واحد قالوا ان برنامج ده افضل في ميت واحد قالوا مية قالوا كزا في واحد قالوا سبعمائة واحد قالوا انا قررت الديسكورد وقررت فعلا احسن من الزوم واضمل وكل حاجة بس احنا عملاش المحاضرة بتاعتنا عليه لان هو الناس يشتعود عليه هتلافي مشاكل حتى المنتص عام بسرور كان عامل محاضرة بلكده وعمل الديسكورد بس الناس اللي بطيت اول مرة طفل عريف وهكذا فعملوا على الزوم وان شاء الله هو واحدة اللي بناتعود على الديسكورد وان شاء الله عليه بيديك عدد لا محدود يعني الزوم رغم ان احنا نتفاهم فلوس بس هو حاجة من الميت واحد انما الديسكورد ممكن تدخل الاف الناس ما بش امشي خالص الناس اللي بتلعب جمز متعودين على الديسكورد انا ما بلعبش جمز فمعرفش الديسكورد دوت فده اي برنامج انت بفكر فيه اذا تجي هنا وتعمل سرش على الحاجة اللي انت عايزها هيبدأ يجيبلك البدائل وتقدر تركز مثلا تقول له انا عايز لما مجاني لما انا عايز الاوبن سورس بتاعه يعني مسلا الكروسوفت هتلاقي ان في بدايل لي تقدر تقول له مسلا عايز حاجات الاوبن سورس او الفري تمام احنا بلدنا فقيرة احنا دلوقتي بنصدر البترول والبترول هيخلص بعد فترة بسيطة وبنستورد اي شو بلو احنا عددنا نلعب بزكائي على موضوع الوبن سورس ونقدر نخلى عندنا فكر الوبن سورس ونتشاركه مع بعض يعني الناس اللي عملت رسائل ماجستير او دكتوراء او كده وخلاص فرص نتوسبها بدل ما تستطيع في الدرج شركة مع غيرك ممكن نعمل موقع ونحط فيه كل الرسائل ديت ونشاركها مع بعض ما فيش اي مشكلة خالص اي حد عنده معلومة ممكن نكتبها على المدونات تحت الورد وورد برس وهكذا فهتلاقي المكروسفت وان نوت هتلاقي فيه بدل كتير جدا تدرس اختار وتجرب هتلاقي اكتر من بديل مجاني فيه كتاب برضو هشاركه معك هتلاقي فيه عشرات البرامج يعني حتى الفيرس نفسه يخط انا فيه حد من طوع انه هو يعادل اللغويا وفيه واحد تاني من طوع انه هو يسمامه بشكل قوي فان شاء الله لما يخلص هتلاقينا حطي تولك برضو بباليش ان شاء الله خلال اسبوع نكون طورنا بشكل قوي فهتلاقي حاجات خاصة بالالعاب حاجات خاصة ببرامج الضغط حاجات خاصة بتسجيل اللي بيحصل على الشاشة حاجات خاصة بكرر الشاشة حاجات خاصة بالبرامج مثلا المستعرد صور برنامج رسمي هندسي وهكذا تمام انا مثلا ده احنا كان عنه اه ده في برنامج مسلا انا مشتغل بها طول لما بيلاقي الهارد عند اتملأ وما فيش مساحة بنامج اسمه بيبدأ يقسم لي الهارد بتاعي ويقول لي اكبر مساح فين طبعا ان عند اكبر مساحة البيم واخد كم ديجا ربعان وستاشر جيجا تمام؟ فببدأ اشوف ايه الملفات اللي هي واخدة مساحة ومناش ايه لازمة ممكن تكون في فيلم بتحمل حاجات زي كده تمام؟ وهكذا فببدأ اقسم اشوف ايه الحاجات الموجودة فين؟ بيبدأ لي منفات الريفت عندك واخدة 163 جيجا تمام؟ الامي بي فور واخدة 160 جيجا الملفات المضغوطة واخدة كازف فيبدأ يجيب لي الملفات ديت فبدل ما ارد لغى حاجة كتيرة بيشوف ايه الحاجة لمساحاتها كبيرة والغيها ممكن تكون في فيلم مثلا مساحة 10 جيجا وانا حملته غير معرفة اتفرج عليه والغيه تمام؟ ده مثلا برنامج هوت ده بيحمل لي الملفات مجاني غير فلوس ومن سورس وكل حاجة تمام؟ خلاننا الغدوة ندفنشي 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 طيب فيه مثلا ده برنامج ألعاب ده مجاني برضو وكلها ألعاب تعليمية تمام؟ بيبدأ يفتح لك مثلا دي للذاكرة للأطفال تمام؟ فده اسمه تشيلد بلاي ده برضو مجاني وكل حاجة ومن سورس البرنامج اللي انا ببس به بشكل يومي على الفيسبوك المحضرات اسمه OBS بمجرد ان انت تقول له يبدأ يبس على الموقع ويبدأ يبس على الموقع نبدأ نتناقش في موضوع البرنامج الحرة ديت واهميتها والحقيات دي كلها وتمنى ان احنا نبدأ نقسم كل واحد يبسك برنامج يبدأ يشرحه يعني في شاسب تبرمج ممكن تشرح البرنامج ممكن تتعلمه ممكن تحاول تنشره هتلاقي الموضوع ده مفيد جدا بإذن الله طيب انا اتمنى انا افتح باب لأسئلة انا برنامج البرنامج البرنامج البيم أدنس اللي موجودة فيه هي بتحول لك الشغل اللي انت عملته الIFC وواردو فري اه في برامج كتيرة جدا معمولة ERP مجاني يعني فعلا ندرب كده موضوع في أوردو تقريبا ERP 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 ده بملايين بس في بعض البرامج ليه بتبقى مجاني تقدر تجربها وتبدأ تختار أفضل حاجة ممكن انت تشغل بها ياريت لو حد عنده اي اسئلة تفتحوا المقاط ونبدأ نتناقش برنامج برنامج تأسيم الهرد طيب حضر هكتب لكم اسمه هو اسمه ويندير ويندير ستات ويندير ستات او انت تقريبا لكم اسمه افضل برنامج يعمل افلامة المساقية افلامة المساقية بتم تتعامل من خلال اي برنامج مثلا زي برنامج فينشي مثلا ده برنامج كوي جدا او شكرا للعمل البلندر والبلندر بقى يام هل في بديل لبرنامج كوانتيك اوف اصل افلاته وحطته هناك لان هي حاجة متخصصة او في الهندسة فبتلاقي البرامج قليلة لسه بس ان شاء الله لما كازم كوانتيك اقتنعوا فكرة الاوبن سورس دي هتلاقي البداية البيضة تبقى موجودة اه ومطفرة. طيب اي حد عنده اس ال او اعتراض او منقشة ريت. انا فتحت الماكات الناس كلها اي حد عنده اس ال يقدر يفتح المايك واس ال عقول. انت هتاقي بتسأل بتحويل من للكاتبوس خش على ودور فيه. تمام? اه الحاجات المتخصة بيك تحتاج البينت لتدور فيها وهتلاقي الاسباك كتيرة لو مليتش اوبن سورس هتلاقي مجاني. هو عبارة عن موقع. تمام? ومتخص او في البيم. الحاجات المتخص او في البيم صعب بتلاقي فيها حاجات اوبن سورس. تمام? بس احنا في البيم توتون ستين بنستا يعني ساعات بنشغل بجوجل درايف. جوجل درايف يعني مجاني لحد المال تقريبا اللي خانش رجيجا لو عايز اكتر بتفع فنوس بسيطة جدا. فهنا نشغل على جوجل البيت توتون ستين. انا عاد حد اتناش معي. حد يقول انت غلط انت صح ان نعمل ايه فترة اللي جاية? ده البرامج الحر هوت. وارفع لكم برضو. طيب انا في مرة كنت بتكلم مع دكتور. في احد الدول الشوارية بالمسكر سامي. فبيقولي والله احنا عندنا دكتور بيخلي الطلبة كل سنة يخشوا يعملوا زي نظام تشغيل. يعني حسبات معلمات بيعملوا نظام تشغيل. ثاني سنة برضو يخليهم يعملوا يعني مشروع يتخر having to start a quarterback classroom?? أي مشروع نظام تشغيل. تمام? فكل مرة يعمله فبقول له ما شاء الله ده حاجة كوية جدا بصلي كده انتهى بقل لي ده حاجة كوية جدا ما يخلي الطالبة تكمل على الناس عملوه المرة اللي فاتت بمعنى ايه ان هم عاملوا نظام ده شغل مسلا ندس يخلي بقى الناس اللي يجوا بعد كده يقول لهم زي ما يلقوا عاملوا نظام ندس خدوا فهموه وعملوا انتوا نظام 95 اللي بعدهم يتقرب من 95 إلى 98 ليه تبقى الحاجة اللي فاتت دي تترمي ويبداهم صفر كل سنة بداهم صفر احنا كده مش نوصل لحاجة في ناس كتيرة جدا كمشورة خارج بتاعها بقى هو مصدر رزقها ان هو مثلا عمل برنامج مثلا ليه الانتوا فيروس تمام وخد حاجة open source وطور فيها بدلا ما يبدأ من صفر ولا هيرعد مثلا تلاث اربع سنة على ما يعمل حاجة منافسة للمكافي لا ما يبدأش من صفر جدا يزبطها ويشتغل عليها تمام انا شايف كتير ناس احسابت ذاتي احسن مني وقدر على الكلام فتمنى حد في يوم يعني يفتح المايك ويتناقش معنا تمام في كتابينا عمت وهنزلكوا برضو رتسبلت الاستجان هكون في برضو الروابط دي تمام الموضوع ال open source من الحاجات اللي هتفعل مكتير لو عايش تعمل لوجو طيب بالنسبة لي احسن حاجة تعمل بها لوجو انا عملت بكذا برنامج بس هو احسن حاجة اعتقد انسكيب ليه لان هو بش هي بش هي باكسل معك مهما تكبرت انسكيب افضل حاجة تقدر تشغل بها تعمل بها لوجو بدون انفيك خلص تمام شوف ايه البرنامج اللي انت بتشغل بيه وتقدر تكتب اسمه هنا في البرنامج البرنامج ده مش متخصص في ال open source والبرنامج ده متخصص للمقارنة بين البرامج فيقدر قولت ايه احسن بديل للبرنامج اللي انت بتفكر فيه تمام يعني جوجل كروم مجاني عشان كده هنشغلين بيه مجاني ما نفعش فلوس الفير فوكس ستلاف واحد بيستخدموه بينها جوجل كروم اربعة تلاف ستمائة واحد بيستخدموه هتلاقي بذلك فترة جدا يعني لو كتبت مسلا ادوب هتلاقي ادوب فيها برامج فترة جدا كل بنامج من دول بتبدأ تشوف ايه البرنامج المجاني ادوب لايت روم مسلا ده برنامج بفروس هتلاقي فيه برنامج ما شاء الله يعني واخد تأدير حلو جدا فتقدر تختاره وتشغل به ايه الراو ده برضا انا اشغلت بيه كان مخوص جدا وهو مجاني ده صراحة مش شغلتش بيه لسه فكل واحد حسب المجال بتاعه يبدأ يشوف ايه البرامج المجانيين طيب حلو ايه السؤال ده تعال نشوف اللي انت فيروس كل اللي انا اعمله انا ممكن تكتب انت فيروس عطول او تكتب اسم البرنامج اللي انت فيروس هتلاقي افست مثلا ده مجاني تمام وفيه كليم انت فيروس ده free open source انا شغل بأفست تمام وكذا تبدأ شوف الناس كلها بتشجعين يعني اكتر واحد واحد 790 اللي هو افست ومجاني خلاص انا بشغل به عليكم السلام ورحمة الله بركاته شانسا اينا open source مش معروفة او في العالم العرب ومطلوب في الشغل بيبقى الحاجات معروفة احنا نحولنا البرامج دي هيبقى سهل كفور اصحاب العمل لو اغلب الشركة اا موقع على برنامج معين هيكون احسن صاحب الشركة يعني صاحب الشركة بتفع فلوس كتير جدا في برنامج مثلا زي 3d max انا بقول له ان انا عندي برنامج قوي جدا اسمه وانا بشغل به زايد لو انا بشغل فريلانسر ما بش مطوب مني ان انا اشتغل ب برنامج معين لو انا شغل فريلانسر فانا حر ان انا شغل بقى اي برنامج فلو انا شغل فريلانسر ممكن تشغل بقى اي برنامج لو انا شغل فى الشركة ممكن تقول الرجل المدير الشركة ولا احنا كزا واحد وعارفين البرنامج الفريلانسر شغل فيه الماجيك اد انا بصوا انا هتسيب لكم انا رفعت لكم الملف اللي هو البرامج الخرى دوت ورفعت لكم دوت فهتلاقي فيه البرامج تقدر تجرب وتشغل به بالنسبة للرندر اه فيه بداية للرندر في راي والكورونا اه حاجات قوية جدا دعنا نشوفها مع بعض انت مثلا بتدور على البرامج الفريلانسر فى حاجات تهيت فيه اه واحد اهوت فيه دوت ناس كتب تشكر فيه واخد 24 بينامج الفريلانسر فى اخد 9 ففيه لقس كورو رندر ده مجاني وتقريبا ده واخد اعلى تقدير خلي بالكم الحاجات اللي هي بتبقى متخصيه قوي وهندسيه قوي ما بتلاقيش ناس كتب تشغل به فده كويس ده كويس اهو واخد 8 قريب من 9 فانا شايف ان دوت واخد تقدير كويس فتبدأ تشغل به وفيه حاجات تشغل مع البلندر وفيه حاجات تشغل مع سلدي ماكس وهاكاسر طيب ده بالنسبة للفريلانسر الماجي كاد هو برامج متخص جدا فانت لازم تتلاقي ناس يعني ناس منسميه او بيها تمام؟ طيب بتعنا نشوف السؤال من على اللايف مشكورة بشمانس عندي سؤال ما مدى امكانية تكييف البيم مثل برامج الفريكاد؟ هو يعني الفريكاد بدأوا يحطوا فيه حاجات خاصة بالبيم بس حتى الان ما اوصلش المستوى اقول ان انا هرمي الريبت وهشتغل بالفريكاد تمام؟ انا حتى انا بتعلم الفريكاد وبشتغل والبلندر والانريل والحاجات دي بمفيدين جدا فالشور تمام؟ بس حتى الان مش لايست بيمة في المية الفريكاد افشوت بس حتى الان ما نقدرش نقول ان هو بديل على الريبت بش هنغرش بعض لو هو وصل للمستوى حلو او ممكن ان نقول او البرامج الانتسية اللي انها متخصصة فلسه هتلاقي فيه نقصة فيها شوية فيه حاجات خاصة بالكوانتيتي سيرفير اهير تقدر بقى تشوفها تعالي نشوف البرنامج دوت دوتلوس نبدأ نشوف البداية بداية طيب ممكن نبدأ نعمل جروب كده على الواتس اوب او الفيس وكل برنامج نبدأ ندور عليه لان ده مش الموقع الوحيد يعني البرامج كده نقدرشوف ايه البداية فيه موقع كثير جدا بيبدأ الناس تسأل خلال انا عايز برنامج كاذا ايه البديل بتاعه ايه المجاني تماما فالناس بستبدأ تقوله بحيس ان هو يبدأ اشتغل بدون مشاكل خالص لانه لو اصل القانون في مصر مثلا اللي هيصدته بتراك هتلاقي فيه مشاكل هنقع كلنا خلينا نبدأ من دلوقتي اللي يقدر يبدل ببرنامج ببرنامج مجاني يبدل هم دي الفكرة كلها اهو حلو اوي شكرا ده موقع اسمي بورتابول ده انا بسطابه فعلا عندي هوروهلكو شكرا للاستاذ اللي حط الرابط ده انا بسطابه عندي هوروهلكو دلوقتي بورتابول ده فيه كل البرامج ال open source والمجانية او اغلبها بقوله start فبيفتح القائمة زي قائمة start بس على اليمين بش على الشمين تمام بتلاقي فعلا البرامج جاية دي البرامج اللي انا بسطابه عندي دلوقتي دي البرامج اللي انا بسطابه عندي دلوقتي اللي موجودة هنا مجرد ان انت تدوس عليه ده انسكيبل اللي عايز يعني تشرعارات ولوجوه وحكات زي كده تمام طيب انا عايز برامج تاني اكتر بقوله apps بقوله get more apps هيفتح القائمة كبيرة جدا كل البرامج اللي انت عايزها ببليش طيب بيقولي بس يعمل update انا خالد فيها اخد وقت في update طيب بيجيب القائمة فيها مثلا من 300 برنامج بتقدر تشوفه طيب بتقريبا هياخد مثلا 8 ثواني ويبدأ يشتغل عادي طيب اعتقد ما محتاج تصريبه بس القائمة فيها برامج كتر جدا وبرامج اللي انت عادت استطاب فيها بوش تخلاص خلاص هو رجل ما تبقى لك عايز اديب برامج اللي فيها update فلو انت محتاجها اعمل لها update تمام هو بيعمل تشكل ايه البرامج مجرد بتاعي بس كليك على البرامج اللي انت عايزها وتتحمل عندك هو بيجيب لك اسم البرنامج والشارح اللي وهكذا زي كده مسلا تمام دي حاجات خاصة بالاكسسوري حاجات خاصة بالاكسسوري حاجات خاصة بالاكسسوري كل البرامج اللي موجودة هنا بلاش دي بيقول لي برامج تعليمية فنستطب بعض البرامج كده تمام خلنا نستطب ده ده خاص بي اهو بيقولك انت حاجات خاصة بالفضاء تبقى شوف الفضاء زي ما انت عايز دي الالعاب كل الالعاب دي مجانية تماما تمام و انا مش ستطب من اول واحدة في برامج الالعاب انا بستطبها عشان معاذ ابني طيب بعدك هتلا حاجات خاصة بالجرافيكس الرسومات و كل واحدة فيهم بيقولك ايه المزال فيها او ده ليبروريكات مجرد انت علمت كده يستطب معك عطول وهكذا حاجات خاصة بالانترنت حاجات خاصة بالموزيك اند فيديو تمام فلان انت عايز مثلا برنامج زي الاوبنشوت مجرد تتعلم عليه وتقول له نكس تستطب ده مثلا ده مشغل فيديو مجاني يستطبه ولغ اي واحد تاني محتاج كراك او بصور دي حاجات خاصة بالأوفيس تمام انت مثلا دي نيو كاش ده بيحساب لك الفلوس بتاحتك الحسابات بتاحتك سواء كاشخاص او كافراط كاشخاص وشركات اشخاص هم الافراط البرنامج ده جواس جدا ده بديل برنامج ادوب اسمه ادوب لا معلش البرنامج ده انا مشتغل هي لطول استنى ادوب ده مشغل في المجلة بديل الاندزاين تمام اللي هو بديل الاندزاين ده حاجات خاصة بالسكوريتهية كل دي برامج خاصة بالسكوريتي ده تفارس جدا كلام وين دوت كويس دي حاجات ده بس برنامج فاكتر ضغط انترنيم انترنيم ده عايز اسم حاضر الوحدة ده لازيز اوي ده لو انت عندك فولدر فيه مسلا ميت ملف وعايز تغير اسماء من كلهم سواء تزود كلمة في الاول في الاخر بيعملها لك مجاني وبلاش في كل حاجة تمام اه زي ما انتشاهد احنا عندنا منجم برامج دي خمصوبيت برنامج اهو مجانيين وش عايزين من الحاجة انا اللي هاخد منك فلوس ولن هكسب لو كروك شغلت بيها وليها خالص بس الفكر كلها هنستفيد بدل ما احنا عمليين نشتري برامج وندفع والحاجات دي كلها هتلاقي الموضوع بقى اسهل بكتير تعال نشوف في اسئلة في برنامج لتسجيل الفيديو بشاركة الشاشة طيب خلينا اخد فيه طبعا بكتير تمام الموقع ده موقع رائع شوفوك وشكرا انجي صبر برضو حاطث برضو حاجة كويسة جدا اهي طيب خلينا ناجي هنا ونشوف البرنامج اللي اتا عايزه هو اصلا فري ممكن تشغل بيه طيب في برنامج OBS Studio ده برضو بيسجل الشاشة ده انا بشتغل بيه بسجل بالشاشة في برنامج مثلا التازام ده برضو بيسجل الشاشة كل ده اونسورس تقول له انا عايز اونسورس بس سدانة تبقى ارجع بدلا كل شوية كراك يضرب منك وحاجة مشكلة والحاجات دي كلها كان ستوديو ده برضو بيسجل الشاشة وونسورس سكرين كام برضو بيسجل الشاشة كويس وهكسب وفي برضو اه تمام تمام ان شاء الله في الناس كتيرة متعودة على موضوع البرامج ال الوبن سورس طيب في اي حد عند او اس ايل او عايز اتناش معي انا عايز احنا هنهتم بالفترة اللي جاي دي بموضوع البرامج الحرة لو اي حد عايز اشارك فيها وبذات الوبن سريت ماب لان احنا ان شاء الله نحاول نسجل او نعتمد الوبن سريت ماب دي ونصل طبع على المبيلات ونشتغل بها في الوطن العربي كله بقوة يعني فلتمنى الناس تدعمنا ان شاء الله او يدعونا في صوم احنا بندعم بعض المايك مفتوح لو حد عايز يعمل قبل ما نقفل المخاطر وغير البرامج انت نفسك يعني تشارك المعلومة مع الاخرين ان شاء الله ربنا عودك وتعرف المعلومة من حد تاني كان زميل لي اول ما اشغلت قال لي او انا بخط على واحد بمعلومة هيعرفها يعني ما فيش معلومة مأكولة وما فيش حد بيعرفها والحاجات دي كلها بس عارفها من حد تاني وبدل ما يدعيلها هيدي علي او يعني ليه ما بقاش تسهل فكرة حلوة ان احنا اصدقاء وحاجات زي كده تمام؟ فيه برامج للمبايل اوبن سورس بدون العناق قافي كتير جدا انت بتبدأ تتعرف فصلا على العالم خيالي تمام؟ يعني انت مستجا تقوله هنا انا عايز الحاجات الخاصة بالانرويد مسلا او الحاجات الخاصة بال caption يبدأ اجيب لك كل البرامج اللي بشغل على الايفون والحاجات دي كلها تمام؟ تبدي خلالت تشوف ايه الحاجات اللي تعايز ومسحب بعمل كده تمام؟ وبعد كده بدي اقول لهiamente طب انا عايز حاجات مثلا خاصة بكذا بالتاسك منجم مثل تمام وعيد حاجات ال open source فيبدأ يجيب لي كل الحاجات ال open source اللي خاصة بال task management اللي بتشاغل على ال اندرويد تمام فمقوا الالتقرنتفكو رغم ان هو مش معمول لل open source بس انا بعتبره ما انجم ان احنا نعرف منه الحاجات بتاعة ال open source انت ممكن لو انت تدفن في البرمجة تاخد اي واحد فيهم واتطور فيه واتبيعه زي ما انت عايز طيب فيه المونتس عليا عمل حاجة خاصة بالشاتت خلينا نعتمد عليه ونبدأ نحط فيه الحاجات اللي هي ال open source اي هو تقليل ما بعته على ال private فانا احطاركو على العام شكرا لباشونت سعراء وشكرا لأحمد حسام ومحمد عزت وفريق البرنامج اتمنى بس لحد ينزل رابط الحضور للنهاردة باش من نسخروض برضو معانا ومالشانت عمر نطور ان شاء الله الفريق الموجود او تبقى رابط الحضور اللي عايز الشهادة للحضور واهم من الشهادة ان احنا نتشارك مع بعض لو اي حد عايز رابط خاصة بال open source او بال open street map وان شاء الله ان نبدأ نعمل جروبات حيات خاصة بسنا بال QIS ونبدأ نحاول ان احنا نتعلمه بشكل قوي لو اي حد اي اتقن برنامج من البرنامج ال open source دي وعايز يدي محاضرات التواصل معايا ونبدأ نتفق عليها زي ما مش مانتس عام صروح فان معايا هو هيدينا محاضرات تقريبا نتشار محاضرة الخاصة بال ان ريل انا ان شاء الله هاحضرهم كلهم بايزن الله يا رب بايزن الله اتمنى كل واحد يبدأ يشوف البرنامج القوي ونبدأ نشتغل علي ان شاء الله وشكرا لكم وجزيكم خيرا واسف اللوطان عليكم الجروب بتاع الوطس انا كنت بزيع من ال OBS ده برنامج open source هقوله stop stream فانا وقفت كده البس اقدر اوقف في التسجيل برده تمام لو ايه حد عنده ايه اسئلة او عايز يتطوع معانا في ال open source او في البرنامج الحرة اصدد انا هسفك كتر جدا ان انت تعلم برنامج مجاني والبرنامج يشتشغل بيه وتفع فلوس والبرنامج قوي جدا فانتبه حاجة خطيرة بإذن الله سلام عليكم اشتركوا في القناة سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة